اشتركوا في القناة من بعدها نبدأ في المخرج الاول كيف نعرف حالة مخرج كي ا المسؤول عنها المقاتية بالجبهة النازلة عرفنا من قبل ان قلاب ا يتأثر بالجبهة النازلة لمقاتية اش وقلاب جي كا يعمل في حالة تبديل حالة الاولى يكون صفر عندما تأتيه جبهة نازلة يتغير من صفر الى واحد ثم جبهة نازلة الثانية كذلك يغير نفسه الى صفر ثم تأتيه جبهة نازلة فيصبح صفر ويبقى دائما في حالة تبديل كل ما تأتيه جبهة بهذا الشكل وهو يسمى بقاسم تواتر على اثنى بعدها نذهب الى مخرج كي بي اي دراسة القلاب بي تلاحظون ان قلاب بي يتأثر بالجبهة النازلة للمخرج كي ا اولا رسم الجبهات النازلة للمخرج كي او حذاري جبهة نازلة هي اللحظة الانتقالة من واحد منطقي الصفر وليست من واحد صفر منطقي الى واحد منطقي اذا هنا في هذه الحالة لدينا خمس جبهات اذا كي بي يكون صفر 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 لهذه الجبهة يصبح واحد ثم في الجبهة الثانية يعمل في حالة تبديل يرجع الى الصفر ثم واحد ثم صفر ثم واحد ونكتب هنا واحد لماذا تركت هذا الاطار الصغير لان هذا الرقم سوف يحدث فيه شرط نهاية العد نذهب الى بعدها المخرج كي سي كيف نعرف حالة مخرج كي سي كما تلاحظون مخرج كي سي يتأثر بالجبهة النازلة للمخرج كي بي في هذه الحالة نعين جبهات النازلة للمخرج كي بي بهذا الشكل ونبدأ نعصم كي سي كي سي يكون صفر 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 في الجبهة الاولى لكي بي يتبدل الى واحد ثم يعود الى الصفر واخر مخرج وهو المخرج كي دي حيث القلب كي دي يتأثر بالجبهة النازلة للمخرج كي سي بهذا الشكل يعني نعين الجبهة الوحيدة والتي هي هنا إذن كي دي يتأثر بالجبهة النازلة للقلب كي سي فيكون صفر 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 ويتغير في هذه الجبهة وآخر الرقم هو واحد كما تلاحظون لاستخراج حالة اير لدينا اير معادلتها تساوي كما لاحظنا من قبل أن اير معادلتها تساوي كي ا بار في كي بي في كي سي بار كي دي إذن تتأثر بالكي بي وكي دي إذن في هذه اللحظة تكون غير فعالة في رقم اثنين غير فعالة ثلاثة غير فعالة ما تتصبح اير فعالة لما نصل إلى رقم عشرة والرقم العشرة الذي يتحقق فيه الشرط لنهاية العد كي ا بار كي بي كي سي بار كي دي في هذه الحالة ما الذي يحدث اير بار تعود إلى الصفر بهذا الشكل وعندما تعود اير بار إلى الصفر ينشط مداخل اير غام لكل قلبات وبالتالي كل قلبات تمسح بهذا الشكل ويعود العداد إلى رقم الصفر ملاحظة ممكن يضيف لك رسم آخر لمخطط منطق اليراز ويطلب منك ويطلب منك اكمال مخطط زمن بهذه الحالة الحساب عشر نبضات يجب ان يكون بعد نبضة ارعاق